العراق راح سابقا العراق مدرب هذا مدرب هذا مساعد مدرب يخلونه مدرب المتخب العراقي والله مع الأسف المتخب العراقي كان العرب كله تحسب لألف حساب كان نمبر وان المتخب العراقي هس هنا هذا أداه هذا مدرب مدرب إحنا مدرب إنصيح لوعب محترفين بالدولة الأوروبية يدخلهم أخر 10 دقائق شيردي يسوي أخر 10 دقائق يطير زيدان أقبال على أقل خليط لعفلوس الطيارة جبت من إنجلترا لهنا العلاقة خليط لعفلوس الطيارة مع الأسف هذا العراق يجي يصير بنا يصير بنا هيتش إحنا مع الأسف والله والله ماكو والله القادم أسوأ والله القادم أسوأ القادم أسوأ خليشوفونه المدرب خليشوفونه الكادر التدريبي مع الأسف والله أبد لاحد يقول لك القادم أفضل مستحيل باي باي كاس العالم سبب التعادل كان لدهم جدا سيئ وما قدموا ما قدموا شي جيد الكابتن يعني زيدان عندك زيدان جايب من آخر الدنيا نزل أخير عشر دقائق بس وأشر ويريد باس ما حين ينطي أكون عنصرية بين اللواعيب بيناتهم أعدهم عنصرية للي جايين من برا العراق وأغلبية اللواعيب جايين واسطات واللعب كله تعبونه أبد ما أكو أمل أبد ما أكو أمل بعد كله جاي من العراق للبنان عمود يشوف المباراة مصطفى ناظم زيدان أقبال يدخلون دقيقة 75 أدري المدرب يعني ما كن بس مدرب أجنبي يونس محمود مشرف المباراة يعني بس مجرد للصور ما عنده أي نتيجة ما عنده أي حل أمل وأن يكون المارات خسرت يعني وأن يكون أنت عندك لعبة خاصر فيها بإيران عدنان درجال شنو الحل يونس محمود شنو حل يعني ما يصير صار هاي 12 لعبة مو بالضبط 12 لعبة أنت خسران 12 مباراة خسارة عندك المدرب المحلي يعني ليش من صعد المدرب المحلي شعدكم بالمدرب الأجنبي بعيدا عن المسميات المدرب الأجنبي شنو اللي وجوده بهالمباراة 12 رقم 12 نخسر بيها المنتخب مالتنا إن شاء الله ما يصعد لا منتخب فاشل والمدرب فاشل والاتحاد فاشل وكله فاشل شرفك منتخب شعبي هذا أصلا ما نزله بساحة شعبية مو أنزله جاي يلعب أصلا منتخب لبنان تعبان جدا لو مو تعبان احنا ما قلنا خمسة ستة هسه شكرا جزيلا والله كلهم خسارة كلهم سبب الخسارة من المدرب من الاتحاد من المساعد المدرب اللاعبين الزين يحاطهم على دكة الاحتياط ومنزل يعني عمي ما أعرف غير حشايا خاف زحمة والله خاف زحمة شكرا جزيلا احنا يعني اليوم انصدمنا بأداء اللاعبين أداء يعني أداء فرق شعبية عدنا بالعراق أفضل من هذا الأداء يعني أنا حملة المدرب واللاعبين الخسارة ولا أنت شنو أيمن حسين كابتن أيمن فرصة تجيك تقول الباقة تنتظر اللاعبين يواصلو لك لو مو أتحرك حملة الكادر التدريبي والكابتن عدنان درجال أنت جيت بثورة أصلاحية أين الأصلاح كابتن يونس محمود أنت ابن المنتخب وينك شنو بصمتكم هست بالفريق منتخبنا منتهي احنا بعد ثلاثة ستين أربع ستين ما وعدنا كرة قدم خلاص بالعراق والله بالحقيقة والواقع ما أتصور أكو أمل يعني بعد المباراة اليوم واللعب اليوم اللي شفناه قدمه فريقنا يعني حقيقة اليوم مستوى اللاعبين يعني ما قاموا بالأداء اللي يرفع من راس العراق حقيقة سبب التعادل سبب التعادل نقول أنا أقول لا المدرب لماذا؟ المدرب هو المفروض بالشوطن ثاني يدخل حسني يدخل يعني كم محترف موجود عندنا لعبين خارج العراق بالاتحاد الأوروبي صح له لا فما قد يعني ما كان المستوى المطلوب حقيقة ترجمة نانسي قنقر